السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيف حالكم شباب ان شاء الله تكونوا بألف خير ورجعتكم انا نشيشكم بمقطع جديد وعننا سالشباب تحديات الاسبوع السابع من السيزن الرابع وقوموا روح للتحدي يا شباب لا تزدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك لكن المقطع او كمان لا تنسوا تفعل الجاوسة كل جديد من التحديات او قريت شات وخلنا نبلش على طول والتحدي المطلوب مننا اول تحدي اتمنى مباشية يا شباب يحكي لك ادخل دوامة الزئبق انك تدخل دوامة الزبق اللي هي هاي الدوامة عليك انك تدخل فيها في إنها الساعة عادتاً بيكون في موقعين أو ثلاثة حسب شو موجود على الخريطة بتلاقي موقعها على الخريطة يعني قبل ما تنزل بتلاقيها على الخريطة بكنا عليك انك تنزل عليها وتدخل داخلها هسه إذا انك قدم تعошين وトوصل عليها زي ما أنا عملت بس مشيت من حولها وما نحسب حاول ادخل داخل الدوامة شوفك تعمل تدخل داخل الدوامة وشوفين نحسب لك أو لا هذا هيك ورح نحسب لك كيض مليون في المية هذا هيك شباب كانت التحدي الأول وخلينا نتقل للتحدي اللي بعده على السريع وعند التحدي الثاني يا شباب تحدي مطلوب منك بحكي لك وجه ضررا بأسلحة ذات مدى في أثناء ركوب حيوان بري كل اللي عليك تروح على أي موقع في حيوان بري كان بعيد عنكم خنزير أو ذئب وعليك تمتطي هذا الحيوان يعني تمتطيها تركب على هذا الحيوان وإنك تحدث ضرر للخصوم من مقدار 200 بأسلحة بعيدة المدى بأسلحة شو؟ بعيدة المدى كل اللي كنت سببتي لك تروح نحن سيك عمتطينا حيوان بعدين كل اللي علينا نروح نجيب سلاح بعيد مدى في عنا أكثر من نوع سلاح في عنا هسا فجيكوية هذا السلاح بعيد المدى هسا فجيكوية مثل زي هذا زي تقريبا لسكار شكلو بندقية هجومية قوية أو إذا في عندكم اللي هو هسا رح فجيكم الثاني اللي هو هذا اللي جنبه ثواني على السريع اللي هو هذا تمام اللي هي لبندقية رماية كوبرا مخصصة المهم أن يكون بعيد مدى كل عليك أنك تمتطي الحيوان وبعد ما تمتطيه يا شباب بدك تحت الضرر للخصوم وانت راكب على هذا الحيوان من مقدار 200 هذول 200 تقدر تسويه من نفس الجيم أو أكثر من جيم تحدي سهل مباشر يا شباب وما بيدو أشيء وننتقل للتحدي اللي بعده على السريع وعند التحدي اللي بعده يا شباب يعتبر تحدي سهل سهل جدا اللي هو ما تطوب منك بحكي لك ألحق الضرر بالخصوم باستخدام المسدسات أو أدوات الحصاد أو القنابل اليدوية عليك تستخدم يعني البيكاكس أو القنابل اليدوية أو المسدس عشان تحدث الضرر للخصوم بمقدار 500 فيك تستخدم واحد من هاي الأسلحة أو هذول الثلاث أنواع يعني اللي هو البيكاكس أو مسدس أو زي ما حكيت لك اللي هو البيكاكس حكيته كاي البيكاكس والمسدس ونقنابل قصدي يعني تكلمة بيكاكس مرتين أتوقع صح خلص تنسوا زهايمر عندي مليون المهم تستخدم البيكاكس أو القنابل أو اللهم صلى على سيدنا محمد المسدسات عليك تستخدمه أو واحد من هذول الثلاث وتحدث ضرر للخصوم بمقدار 300 500 كان بنفس الجيم أو أكثر من جيم عاد يقدر تسوي بأكثر من جيم خلنا ننتقل للتحدي اللي بعده على السريع وعند التحدي اللي بعده يا شباب تحدي مطلوب منك بحكي لك ابحث عن الصناديق الزئبق في حضيرة الفرشات أو الصوت اللامع عليك تروح على واحد من هذول منطقتين أو البدكية يعني منطقتين نفسية يعني تنزل عليها أو واحد منهن شعب أنا كلشتي شوي المهم تروح على واحد منهن أو ثنتين تمام وعليك تفتح خمس صناديق عليك تفتح خمس صناديق كان هاي الخمس صناديق تقدر تفتحها كان بنفس الجيم أو أكثر من جيم شباب تحدي جدا سهل وما بدو اشي بازم عشان قوليك علم صناديق الزئبق يعني لازم يكون عهاي صناديق إيش زئبق مثل هيك يعني الصندوق المافي عليها زئبق ما رح ينحسب لك فشو فيك تجرب تعمل مثل ما شفتوني أنا عملت بمسك الزئبق وبرميع عليه برش وبفتح الصندوق احتمال كبيريا حسب ما نحسب بدك تدور فقط على صناديق تكون عليها زئبق تمام يا شباب تمام تحدي جدا سهل وما بدو اشي بتجرب تعملوا كام نفس الجيم أو أكثر من جيم فننتقل للتحدي اللي بعده على السريع وعين هذا التحدي اللي بعده يا شباب بس كتنتبهوا معاي في التحدي لأنه في أخوي سوالية شوي فيه غلط بس هو بصاح مية بالمية اللي هو كل اللي عليك انتقت فاكهة من شتلات الواقع بيكون عليك تروح على أي منطقة انزل فيها يكون عندك شتلات واقع عليك تلم منها فاكهة هاي هي السلح والي هاي مو فاكهة يعني ما راي نحسب لك في بيكون نازل منها فاكل بيكون هنا أزرق أخضر برتقالي توقع بتعرفوها عليك تجمع ثلاث كان من شجرتك أو من شجرة الخصوم المهم انك تلم ثلاث هسا فيك تروح على أي شتل مثل ما ناسه هون جيد على شجرة واقع لكيد واحد عنده فيه شجرة من تعالون الخاص يعني اللي موجودين في القيم انه عندهم في عندهم اللي هي اللي ما صرع أسر محمد هي انه فيه لقيات اللي هي الشتلات هاي فيه طريقة ثانية انت فيك تزرع شتلتك اللي بيديقولي كيف تزرع شتلتي هاي هذور رجعوهن الفقعات وتقع عني ما راحن بس تقدر تروح تخذهن تحصدهن وتروح تزرع شتلات لك بس تزرع هاي الشتلة لك سير كل قيم انزل عليها لبين ما يطلع فيها الفاكهة وبتروح تحصد الفاكهة عليك تحصد ثلاث حبات فاكهة هزي عندي انا ستشجرتي صغيرة ففيش فيها بس تكبر عني كمان يوم برجع عليها بلاقي فيها فاكهة علي اني اجمع هاي ثلاثة فاكهة وبخلص التحدي تمام شباب خلنتقل التحدي اللي بعده عالسرير وعين التحدي اللي بعده يا شباب تحدي مطلوب منك هو تحدي سيل سيل جدا هو بحكي لك الحق بالخصوم ضررا عند بحيرة الغنائم بحيث الغنائم الشباب شو هي اللي هي هاي البحيرة كل اللي عليك تيجي تنزل عندها وتحت الضرر للخصوم بمقدار ميتين كائم نفس الجيم او اكثر من الجيم تحدي سيهن مباشر الشباب وما بده اشي خلنتشوفها سنتقل التحدي اللي بعده عالسرير وعين هسا شباب اخر تحدي راح كيه مع بعض هيني لليش هذو اخر تحدي يا ليش مش تحدي بتحكي لانه كان فيه تحدي لازم ينزل بس احتمال كبير الشركة مات نزل دولا انه ما ينزلوا الغرض الخاص فيه انسوا هسا شو اريقا حكيت هسا واحد من الذهاب تحدي راح ينزل هذو التحدي الاول واحد منهم راح ينزل اللي هو بحكي لك اجمع السبائك في مواجهة واحدة عليك تجمع ميت سبيكة اللي هو الذهب روح افتح اي سنديق اكتل ناس اي اشي المهم تجمع ميت سبيكة ولكن في نفس الجيم افتح خزائن بدكية تمام هذو التحدي الاول والثاني واللي هو كمان سهل اللي هو بحكي لك واجه ضرر للخصوم بالشوزن كمان هذو ما بدو شرح الشوزن شو والشوزن اللي هو الشوتغن عليك تحدث الضرر للخصوم من مقدار 500 كالب نفس الجيم او اكثر من جيم او انك تحدث لهم ضرر وبتخلصوا هذو التحدي شفت السباب السباب يا شباب تحديات جيلة سهل هذا الاسبوع وما بدها اشي واي تحدي عندكم استصعب عليكم اكتبوا لتحت في التعليقات وان شاء الله راح نزل كل تقريبا هذول التحديات كل مقطع لحال وبتشوفوا انتو اللي بدكم اياي يعني ان شاء الله وبس الشباب هذي كان هنا بس التحدي لليوم ولا تزدعمونا او تحديات لليوم ولا تزدعمونا من خلالات على زر الاشتراك لاك المقطع فعلوا الجرس وخلنا نشوفكم في فيديو مقطع جديد مع السلامة بيس اشتركوا في القناة